أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صيال والنهاردة هنعرف مع بعض إزاي نقدر نثبت عندنا نظام أطلس أخف نظام لتشغيل الألعاب والمحاكيات على الكمبيوتر لكن قبل ما نبدأ الحلقة أحب أعرفك إن نظام أطلس علشان تقدر تحمله عندك وتثبته على الجهاز بعد التحديث الجديد لازم في الأول كخطوة أساسية إنك تروح تنزل نسخة ويندوز أصلية من موقع مايكروسوفت الرسمي وبعد كده هنبدأ ندفلها الأدوات اللي هوضحها لك في حلقة النهاردة علشان نقدر نحاولها في النهاية لنظام أطلس المخصص لتشغيل الألعاب على الأجهزة الضعيفة والمتوسطة علشان كده شرحت لك في الحلقة اللي فاتت من السلسلة دي عن أفضل نسخة ويندوز أصلية تقدر تطبع عليها الخطوات الموجودة في حلقة النهاردة كمان شرحت لك في الحلقة اللي فاتت كل خطوات تحميل وتثبيت النسخة من خلال الفلاشة عندك على الجهاز علشان كده الأفضل لك لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت إنك ترجع تتفرج عليها الأول وبعد كده تشوف الحلقة دي لإني زي ما فهمتك كده الحلقة دي هي تكملة لللي احنا عملناه في الحلقة اللي فاتت أتمنى تكون الفكرة وضحت للجميع أما دلوقتي خلينا نبدأ مع بعض شرحنا على بركة الله دلوقتي بعايزك تركز معي علشان تشوف هنثبت نظام أطلس الزعيفة أول حاجة هتروح لمتصفح مايكروسوفت اجي بالشكل ده تضغط عليه مرتين بعد كده هيزهر للك كلام ده لأن النسخة طبعا جديدة أول مرة باستخدمها قدامك فاضغط على كلمة confirm ونكست وكل الحاجات اللي انت عارفها المهم ان انت تخش للمتصفح في الآخر وتيجي هنا وتكتب كلمة جوجل بعد كده هنروح لخانة البحث وتبدأ تكتب معاك كلمة اللي هتظهر قدامك على الشاشة دلوقتي دي أطلس أو اس وتضغط انت هيزهر لك أول نتيجة من موقع أطلس أو اس دوت نت هتضغط عليها بالشكل ده علشان نبدأ نحمل أدوات بتاعتنا أول ما يدخلك على الصفحة دي هتنزل على طول معايا لو انت حابب تقرأ تلكومنتيشن بتاعت النسخة قراها ولكن انا هقولك الطريقة على طول اللي هتقدر تحمل بها الأدوات وتثبتها عنها أول حاجة انت محتاج تحمل أداتين دول أطلس بلاي بوك وكمان اي اي موزل هنروح أول حاجة نحمل أطلس اي بوك بالشكل ده تضغط عليها وهيبدأ يحمل على طول بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كمان هنحمل اي 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 موزل ده بالمرة هنضغط عليها بالشكل ده وهتبدأ كمان تحمل معانا زي الملفات تلك بعد ما تتأكد ان الملفين خلصوا تحميل طبعا انت محتاج هنا برنامج فك ضغط علشان تقدر تفك ضغط الملفات دي ففيه برنامج بسيط جدا اسمه وين رير تقدر تحمله ومش هياخد معاك سانية هنروح لأي متصفح ونكتب كلمة وين رير ونضغط انتر بالشكل ده واول ما يجيب لك نتائج البحث هتيجي تضغط معايا على اول نتيجة من موقع الرير لاب هتيجي تضغط معايا على كلمة داونلود من هنا هيدخلنا على الموقع بالشكل ده تنزل معايا تختار وين رير اكس اربعة وستين بت لاننا محملين نسخة اربعة وستين بت واول ما تخلص معاك تحميل هتيجي تفتح بالشكل ده علشان نبدأ نثبت البرنامج نضغط على كلمة يس انستول اوكي دان وبالطريقة دي احنا عندنا برنامج نقدر نفكي به ضغط الملفات التانية هشيل البرنامج اللي انا لسه منزله بالشكل ده ونرجع نكمل مع بعض خطوات تثبيت نسخة اطلس دلوقتي انت عندك الملفين اللي انت شايفهم دول عايزك تحدد الملفين بالشكل ده وتضغط كليك يمين وتضغط على كلمة cut وتروح معايا في مكان من الاتنين اللي انا هقولك عليه هم دول يا اما الدسك توب يا اما الدكومنس فانا هشتغل معاك من خلالة ديسك توب علشان ما تطلقبتش هتيجي عالديسك توب وتضغط كليك يمين وتضغط على كلمة new وتضغط على كلمة new folder وهسمي الملف ده atlas علشان اكون عارف الملفات بتاعتي انا حطيتها فين واضغط enter بالشكل ده ونحط الملفات اللي احنا اخدناها كت او الملفات اللي احنا حملناها الخاصة بنسخة atlas اول حاجة هتحدد الاتنين بالشكل ده وتضغط كليك يمين من هنا وتنزل تضغط على كلمة extract here علشان يفكرنا ضغط الملفات بالطريقة اللي انت شايفها دي اول حاجة لازم تعملها انك تروح على الاداء اللي مكتوب عليها disable automatic driver installation هتيجي عليها بالشكل ده وتضغط عليها مرتين هيجيب لك الرسالة دي هتضغط على كلمة yes وبعد كده تطلع تضغط معي على كلمة yes من هنا وهنا هتيجي تضغط على كلمة ok وكده احنا خلصنا اول خطوة معنا الخطوة الثانية بقى وهي اننا هنروح لادات am وزار دي بيتا اللي هتلاقيه في نفس الملف اللي احنا عملنا هتضغط عليها مرتين بالشكل ده علشان تفتح قدامنا بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي لو زهرت لك الرسالة دي وانت بتفتح الاداء تقدر تضغط على كلمة more info من هنا وبعد كده تضغط على كلمة run anyway هتضغط من هنا على كلمة yes علشان يبدأ يفعلي او يشغلي الاداء بتاعتي على نسخة الوانتوس اول ما تفتح معك بالشكل ده تقدر تسحب الاداء كده وتروح للملف اللي اسمه atlas playbook بالشكل ده فانعلم على الملف ده كده انا طبعا زقيت الفولدر ده شمال شوية علشان الصورة تكون واضحة لك هنيجي نسحب الملف اللي اسمه atlas playbook للمكان اللي انت شايفه قدامك ده كمان لو انت مش عارف تعمل قصة السحب دي تقدر تضغط هنا مرة واحدة ويدخلك على جهازك تطلع للدسك توب وتخش الاطلس من هنا وتختار نفس الملف اللي كنا هنسحبه للبرنامج وتضغط على open من هنا هيبدأ يحمل شوية بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وبعد كده هيجيب لك الرسالة دي هتضغط على كلمة run action من هنا واول ما يحاولك على الشاشة اللي انت شايفه قدامك دي هتيجي تضغط معي على الزرار اللي مكتوب عليه open windows security هيفتح معنا الشاشة دي وهو طالب مننا دلوقتي ان احنا نقفل كل الاختيارات اللي قدامنا دي نخليها افافل كل حاجة موجودة قدامي في الشاشة دي بعد كده هيرجعني للبرنامج زي ما انت شايف وعمل لي علامة صح هنا بعد كده هضغط على علامة x من هنا وهاجي من هنا هلاقي كلمة next اتفعالت معي بالشكل ده هضغط next مرة واحدة بالشكل ده وهيبدأ يعمل عملية analyze للسيستم بتاعي واول ما يخلص ويجيب لك علامة الصح دي هتيجي مرة كمان وتضغط معي على كلمة next من هنا كمان دي اتفاقية الاستخدام لو انت حابب تقراها اقراها وبعد كده تيجي تضغط معي مرة كمان على كلمة next وهنا تضغط على كلمة i agree وتنزل بعد كده معي تضغط على كلمة select options من هنا وهيبدأ يخيلنا بين كل البرامج اللي احنا عايزينها في النسخة والبرامج اللي احنا مش عايزينها في النسخة فمسلا بلنامج windows defender او الحماية الخاصة بالwindows من المفضل ان انت تكون مسبتها في النسخة ولكن انا بعتمد على برنامج خارجي لان البرنامج ده بيسحب كتير جدا من موارد الجهاز فاضغط هنا على كلمة disable بالشكل ده واضغط على كلمة next كمان هنا زي ما انت شايف بيقول للاختيار اللي انا واقف عليه ده لو عملتله disable هيوفرلي كتير جدا في الاداء ولكن بيقلل من حماية النسخة علشان كده بقولك ان انت لو هتستخدم النسخة دي لازم تعتمد على برنامج حماية خارجي علشان تأمن نسخة لوندوس بتاعتك بشكل كامل لكن بما اننا في الحلقة دي بنثبت النسخة على الاجهزة الضعيفة فانا هعمل disable لكل الخدمات دي علشان اوفر موارد من الجهاز بتاعي وهنا على الاختيار اللي انت شايف قدامك ده هتخليه على disable core واللي مكتوب عليه recommended وتيجي تضغط معي على كلمة next هنا بيوريك كمان حبة خدمات هو يشيلها فانا عايزك تيجي تشيل معي علامة الصح من هنا علشان يسيب لك متصفح Microsoft Edge الا لو انت حابب تستخدم متصفح تاني تقدر تعلم هنا ويحزف لك متصفح Microsoft Edge مع كل الخدمات اللي احنا هنشيلها دلوقتي وتيجي تضغط معي على كلمة ok كده زي ما انت شايف قالك ان كل حاجة مظبوطة عندك ومطلوب منك دلوقتي ان انت تنزل معي الكلمة next وتضغط عليها بالشكل ده وهيبدأ يحمل قدامنا بالشكل اللي انت شايفه قدامك واكيد انا مش هقص اي حاجة من الحلقة علشان تكون شايف كل التغييرات اللي هتحصل على نسخة لوندوس بتاعتي قدامك لحظة بلحظة هسرع الفيديو شوية ولكن هسيب لك كامل عملية التزبيت قدامك علشان كمان تكون عارف ايه لا يحصل معك في نسخة لوندوس بتاعتك لو انت قررت لتستخدم برنامج او ادات اطلس او اس وزي ما احنا شايفين البرنامج خلص معانا وشكل النسخة تغير بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وهنا بيقولك ان جهازك هيرستر بعد 10 ثواني هنسيبه يخلص ريستارت او عملية الريستارت بتاعته وارجعلكم مرة تانية اثناء عملية الريستارت ممكن يقعد يحمل عندك شوية بالمنظر انت شايفه قدامك ده مفيش اي مشكلة بيعمل ابداتس للتغييرات اللي احنا عملناه في نسخة لوندوس فمتيلاش خالص وبالمنظر ده النسخة فتحت قدامنا مرة تانية واهلا بيك في نسخة اطلس الجديدة المخصصة للالعب وبالطريقة دي انت خلصت معايا كل خطوات تثبيت النسخة ولكن في حاجة مهمة جدا وهي التعريفات الخاصة بالنسخة بتاعتك شرحت في الحلقة اللي فاتت نفس الحلقة اللي انا شرحت فيها نسخة الوندوس الاصلية اللي احنا اشتغلنا عليها كمان في الحلقة دي وضحت فيها بشكل كامل ازاي تقدر تحمل التعريفات بتاعتك من خلال برنامج درايفر بوستر لو انت عندك خلفية عن البرنامج تقدر تروح على طول تثبته على نسخة الوندوس الجديدة وتستخدمه لو ما عندكش خلفية عن البرنامج كده كده انا شرحته في الحلقة اللي فاتت او في اخر الحلقة اللي فاتت ودي كانت كل حاجة علشان تقدر تحمل او تثبت نظام اطلس عندك على البي سي استهلاك النظام خفيف جدا كمان عدد العمليات الاساسية اللي بيعالجها في الخلفية عندك بيكون قليل جدا زي ما انت شايف كمان لو النسخة عجبتك تقدر تكتبلي كده في الكومنتات علشان احافظ لك انت كمان اني اتبع لك كل جديد على النسخة دي واشرح لكم كل التحديثات الجاية عنها اما دلوقتي وبعدها معرفنا كل الخطوات الخاصة بتثبيت نسخة ويندوس اطلس عندنا او اداة اطلس عندنا لانك زي ما انت شفت يا مش نسخة ويندوس اصلا هي اداة بسيطة بتعدل لنا شوية علشان تدينا اداة اكتر في الجهاز كمان مش عايزك تنسى تستخدم انتفيروس او برنامج حماية عندك لو انت عطلت الحماية وانت بتثبت النسخة او تقدر تشغل الحماية بشكل طبيعي زي ما شرحت لك من شوية واحنا بنثبت النسخة عندنا على الجهاز في الحلقة الجاية ان شاء الله هنشرح اهم البرامج اللي انت تقدر تستخدمها على نسخة الويندوس علشان تاخد افضل اداة من على جهاز يارب تكون الحلقة والمعلومات اللي قدمناها فيها كانت مفيدة لكم وان شاء الله النسخة تعجبكم اما انا فشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته